أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح علمه كيف الانطلاق وكله عون يراقج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا البرنامج برنامج أسس التربية في حلقة جديدة بعنوان فضاء التربية في عالمنا هذا فضاءات كثيرة ومن أميز هذه الفضاءات فضاء الطفولة ما هو أو ما هي أبرز تحديات هذا الفضاء؟ ما معنى فضاء الطفولة؟ كذلك هل هناك تحديات أمام المربين تواجههم فيما يتعلق بحياة الطفل الاجتماعية؟ وكذلك ماذا يواجه الأبناء أو الآباء كذلك مما يتعلق بالتداخل بين فضاء الطفولة والفضاء الإلكتروني؟ كل هذه المحاور وأكثر نناقشها مع الأستاذ شوقي بن سالم بوزير مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الشرقية سابقا أهلا وسهلا نحياك الله أستاذنا الكريم أهلا وسهلا نحياك الله أخي عبداللطير بارك الله فيك وحياك نكرر الترحيب بكم أعزائي المشاهدين ونسعد بمشاركتكم والتواصل معنا عبر حسابات البرنامج وكذلك عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة أستاذنا الكريم حياك الله من جديد ومع المحور الأول لو أردنا أن نتعرف على معنى فضاء الطفولة ولماذا اخترتم ذلك المسمى فضاء الطفولة كمسمى لهذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا في الحقيقة في فضاء الطفولة عنوان جاذب خاصة ونحن نعيش في مجموعة من الفضاءات أكبر هذه الفضاءات الفضاء الكوني الفضاء الخارجي الفضاء الذي يأتي بعد الإطار الخارجي للكرة الأرضية فيه الكواكب فيه النجوم فيه المجرات فيه الغازات فيه الغبار الكوني فيه الثقوب السوداء فيه الأجسام لا يعلمها إلا الله والفضاء الآخر الفضاء الثاني الذي نحن نعيشه الآن يمكن السابقين ما عاشوا الفضاء الإلكتروني صحيح أو الفضاء الإنترنت عالم الإنترنت نعم وهو عبارة عن بيئة بيئة إلكترونية افتراضية يتم تناقل المعلومات والبيانات من خلال الأجهزة عبر الشبكة ما يسمى بالشبكة العالمية أو العنكبوتية أو كذا نعم الفضاء الآخر الحيوي المهم الذي نريد أن نتحدث فيه يمكن جزئية أو جزئيات بسيطة جدا منه هو فضاء عالم الطفولة فضاء عالم الطفولة ويجمع بين هذه الفضاءات الثلاث شيئا الشيء الأول وضوح عظمة الله عز وجل في هذه الفضاءات الثلاث الفضاء الكوني أنه في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الشيء عظيمة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وكل في فلك يسبحون أهيات عظيمة إلى الآن لم نستطع أن ندرك ولو شيء بسيط 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 جدا من عظمة الخالق في هذا الكون المخلوق عالم الأنترنت عالم كبير واسع من فين أتى الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم وما أتيتم من العلم إلا قليلة شوف هذا الفضاء الكبير هو ترى جزء بسيط جدا مما أتاه الله عز وجل للإنسان العالم الافتراضي العالم الآخر الثالث اللي نحن بصددها الآن عالم الطفولة عالم كبير ترى كبير وكبير وكبير تظهر فيها عظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الكبير إذا كان العلماء كل يوم يستكشفون شيئا في الفضاء الكوني العلماء اليوم كل يوم يستكشفون شيء في فضاء عالم الطفولة وفي النفس البشرية بشكل عام بصفة عام والطفولة جزء من مرحلة الإنسان في هذه الوجود نعم فيجمع هذا كله يجمع هذا كله قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات والأرض قبضة يومئذ قبضته والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشيركم يجمع لك أنك تتخير هذا الاتساع الكبير في الفضاء الكوني والاتساع الكبير في عالم الانتساع والاتساع الكبير في جزئيات عالم الطفولة فما تملك إلا أن تقول سبحان الله سبحان الله نعم سبحان الله لا نملك إلا أن نقول سبحان الله هذه الفضاءات لا شك أن بينها عوامل مشتركة لا شك أن بينها قواسم مشتركة لو نتحدث عن شيء من تلك العوامل العامل الأول مثل ما ذكرتك وضوح قدرة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل في هذه الفضاءات الثلاث العامل الثاني أن كل فضاء من هذه الفضاءات حجم كبير وغير مدرك تماما وكل يوم تظهر اكتشافات جديدة في كل فضاء من هذه الفضاءات ومنها موضوعنا موضوع فضاء الطفولة وكل الفضاءات كذلك في اتساع دائم يعني بعض الذين يتكلمون عن الفضاء يقولون أنه دائم الاتساع ودائم التمدد فيظهر أن ذلك كذلك من العوامل المشتركة التي قد تجدها فيما يتعلق حتى عالم الافتراضي الانترنت شوف الانترنت ما أبغى أقولها قبل شهر أمس والكميات الكبيرة التي أضيفت اليوم شيء هائل والتقنيات الجديدة صحيح توسع هائل أول كنا نقيس هذا التوسع بسنة أقول لا التوسع هذا يقاس أصبح باليوم وربما بالساعة وكذلك التوسع الهائل في عالم الطفولة العلماء الذين يدرسون عالم الطفولة كل بين فترة وثانية يطلعون لك بنظرية كل بين فترة وثانية يطلعون لك بحقيقة أو ملاحظة أو نصيحة أو كذا طيب بما نتحدثنا عن القواس المشتركة بين هذه الفضاءات نريد أن نتكلم الآن عن فضاء الطفولة بشكل خاص ونتحدث على وجه الخصوص عن المؤثرات في هذا الفضاء فضاء الطفولة ما هي المؤثرات ما هي العوامل التي تؤثر فيه سلبا وإيجابا العوامل التي تؤثر فيه في فضاء الطفولة سلبا وإيجابا أربعة أشياء أربعة عوامل نعم نبدأ أول حاجة الأسرة اللبنة الأولى اللبنة الأولى المكان الحاضنة الأولى المكان اللي ينشأ فيه الطفل البوتقة اللي تحت ضن الطفل الأسرة طيب الثاني المدرسة تعرف أن الطفل يمضي في المدرسة من أربع إلى خمس ساعات تقريبا أحيانا أكثر في جو يعني محصور بين مجموعة من الزملاء والطلاب والمعلمين وكذا في جو من التعلم والمارسة الأنشطة وكذا فلا شك أنه يؤثر يؤثر في تفاعله في تجاربه في الحياة بل أنه يقضي هذه الساعات قد تكون تلك الساعات من أكثر الساعات التي يكون فيها يقضا ومستقبل وعندها قدرة على التعلم وسعيد 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 حسب يعني ظروف البيئة المدرسية طبعا العامل الثالث المجتمع الحاضنة الكبيرة من فين يكتسب الطفل الأشياء الثقافية والعادات والتقاليد والمبادئ ويدفاعل وياها عن طريق المجتمع المجتمع عبارة عن هو الأسرة الكبيرة صحيح المجتمع عبارة عن الأسرة الكبيرة فيها ترى فيها الأب وفيها الأم لكن بطريقة غير مباشرة نحن لك من يلعب ذلك الدور وإن لم يكن أبا نؤم صحيح نحن يمكن راعي البقالة يمكن الخباز يمكن الجار يمكن إمام المسجد يمارسون هذه اللبا قديما أنا أذكر قديما كان الجار بالنسبة للسكن اللي كنا نسكن فيه كان جارنا مثل والدنا له صلاحية الوالد له مطلق صلاحية من العصى إلى الهدية سبحان الله طيب يلا ورق واقف في الشارع الصلاة قدان على المسجد كان فعلا الجار أب وأخ وصديق للأطفال هل يمكن أن نقول هذا هذه شيء من تجليات ما يسمى بالعائلة الممتدة وهي يعني أن صلاحيات العائلة وصلاحيات المربين لا تنحصر في العائلة الضيقة العائلة التي تكون من أم وأب قد يكون العم يوما ما أبا وقد يكون الخال كذلك أبا قد تكون الخالة أما والجدة وما إلى ذلك فنحن نتكلم الآن عن المجتمع وتتعلق أظن بهذا المصول هذه الأسرة الممتدة تمتد خارج الأبو والأمومة إلى العام والخال والخالة والعمة والجد والجدة وأبناء العمومة وكذلك إلى الجار إذا كان رصي الله عليه وسلم أوصانا بالجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوريثون معنى له قيمة له قيمة يعني عملية وقيمة روحانية وقيمة نفسية بحكم وله أثار قوية على على جاره وعلى أبناء جاره وأطال جيرانه نعم هذه بالنسبة للمؤثرات هل من مؤثر آخر أو عام الآخر فيه عام العام اللي هو الترفيح والمرح نلاحظ أنه مرحلة الطفولة أهم عامل يحتاجها الطفل وجود هذا الترفيه وهذا المرح لأنه إذا لم يترفى ولم يعني يمرح ويفرح في بيئة آمنة ترفيه واعي ترفيه جميل ترفيه هادف هناك أشياء كثيرة لديه لن تنمي سيكون هناك خلل في جمود في مرسل سيكون جمود في البناء بينما أثر هل يقول لك هناك التعلم بالترفيه له أثر أكثر من مجرد التعلم الجامعة التلقي هناك الترفيه ذاته في هذه المرحلة مرحلة الطفولة خاصة مبكرة يحتاج إليها الطفل حتى تنمو لديه الملكات الملكات والقدرات والحركة والكلام والمشاعر والأحاسيس ويحب هذا وما يحب هذا من خلال هذا الجو الترفيه المرح طيب نحن نتحدثنا الآن عن هذه البيئات والعوامل في كل بيئة من تلك البيئات هناك مثل ما ذكرنا أشخاص يلعقون دور المربين سواء كان في المدرسة سواء كان في الأسرة كم مربين ماذا يتطلب فضاء الطفولة منهم؟ يتطلب حاجتين الحاجة الأولى أن يكون وراء بيئة داعمة محفزة للأطفال مسؤوليتهم مسؤولية كبيرة ينشئوا هذه البيئة بيئة داعمة المحفزة المشجعة للأطفال حتى تنمو قدراتهم ومهاراتهم بشكل طبيعي هذا رقم واحد رقم الثنين يحتاجون من قبل الأباء والأمهات والمربين بصفة عامة إلى حاجتين الحاجة الأولى الرعاية وأختها التربية الرعاية وأختها التربية لأن الرعاية إذا فصلتها عن التربية أصبح الإنسان يمشي أعرجا الرعاية نقصد بها الاهتمام بالجانب التي تبني ذلك الجسم يعني من ناحية الأكل والشرب الأكل والشرب واللبس والسكان والمصروف اليومي والتمشيات والروحات والجيات بينما التربية تعلق بالنفس والروح والسلوك هذه مطلوبة هذه أشياء نحن نقول إكس عليها الرعاية مهمة مهمة جدا لكن لا نقول الرعاية نقطة فقط لا الرعاية والتربية التربية نحتاج لها كذلك لأنه إذا نشأ الطفل في محضن رعوي طيب توقع منه يعني أشياء غير طيبة لأن المحضن الرعوي هذا غالبا ما يولد الطفل المدلل الطفل المرفه الطفل اللي يجد كل متطلبات بسرعة يقول أه بسرعة يقول ودوني الدكتور وديني الطبيب بسرعة ما في جلد ما في صبر ما في كذا طيب بسرعة يعني يتأثر بمؤثرات خارجية أما الطفل الذي يتم تربيته وفق قيم وأصول ومبادئ طيب هذا ينمو نموا عاديا طبيعيا اللي لم يكن قويا متوازنا متوازنا إذن الرعاية تتعلق بالبدن والتربية تتعلق بالروح بالسلوك بالتزكية هل يصح أن نصفها بهذا السفر؟ ممكن ممكن طيب من الفضاء الطفولة مما يتميز به أنه فضاء سريع فيما يتعلق بالنمو والتطور ماذا يعني يمكن أن نذكر فيما يتعلق بالمزايا مزايا ذلك الفضاء غير هذه المزايا مزايا التطور والسرعة التطور من مزايا أو من أهمية أهم أهم مزايا أنه الطفل يكون بحاجة دائماً إلى الآخرين يكون محتاج يعني أنه ما عنده اعتمادية على نفسه بحاجة إلى والده بحاجة إلى أبيه بحاجة إلى أمه بحاجة إلى إخوانه بحاجة إلى أصدقائه طيب حتى يتعلم منهم وحتى يكتسب منهم وحتى يساعدونه على النهوض والمشي والقيام والحركة والقراءة والكتابة بحاجة لمعلمين فهو غير اعتمادي على نفسه في هذه المرحلة بالإضافة إلى ما تفضلت به السرعة ملاحظت أنه السرعة والتطور عجيب السرعة في النمو السرعة في التعلم السرعة في اكتساب المشاعر طيب هذه النقطتين المهميتين وأهم ميزة كذلك من جهة الوالدين أن الطفل في هذه المرحلة سهل تشكل صفحة بيضاء صفحة بيضاء الآباء والأمهات هم من يكتب كأسرة المدرسة كبيئة حاضنة كبيرة المجتمع كبيئة حاضنة أكبر هم الذين يشكلون ويلونون في هذه الصفحة البيضاء هذا طبعا شيء مهم جدا نقطة خطيرة كذلك طيب هذه بالنسبة للمزايا ولكن كتطورات سواء لهذه المرحلة أو لهذا الفضاء ماذا يمكن أن نقول عنه التطورات في المرحلة هذه الطبيعية أولا أنها طبيعية تطور هناك تطور جسدي تطور عقلي تطور عاطفي فنحن ما نخاف من هذه التطورات إذن هي تلقائية تلقائية طبيعية بل هي هي الأصل أن يكون هناك تطور إن لم يوجد هناك تطور في مشكلة التطور الجسدي نمو طول وزن طيب ظهور بعض الملامح يعني تظهر على الإنسان تطور لابد منه تطور طبيعي ما هو مرضي صحي طيب تطور العاطفي يأجي الطفل في مرحلة من المراحل ما يفرق بين الشيء المحبوب وشيء المكروه ثم تتفاجي بعد فترة يقول لك لا أنا هذا أحبه هذا أكره أو ما أحبه هذا نوع من أنواع التطور العاطفي التطور العقلي تأتي عليه مرحلة يعرف يتعلم يعرف يكتب يعرف يقرأ يعرف يفكر يعرف ينتقد يفكر تفكير إبداعي خلاق فوهكذا نعم فإذا هناك تطورات طبيعية يجب على الإنسان أنه يعني متى ما لاحظ فيها خلل في بعض هذه التطورات أن يعرف أن هناك إشكالية متعلقة بها ننتقل إلى أنا ودي بس أطيف إضافة فيه ما يتعلق به على بال ما يجهز الاتصال فيما يتعلق بمميزات فضاء الطفولة أي حاجتين تميز بها الأطفال في هذا الفضاء وكلنا عشناها وكلنا كنا فرحانين فيها أول حاجة لا مسؤولية عن عدم المسؤولية عدم المسؤولية نعم ما في مسؤولية على الطفل لا مسؤولية دينية طيب قبل ما يكلف طيب ولا مسؤولية اجتماعية اجتماعية الدنوبية نعم طيب يعني ما هو ما يكلف راح يولا جيب وحط واستقبل الضيوف وشيل وحط وجيب واشتر وما دري إيش وإذا ما فيه في المرحلة هذه المرحلة الطفولة يعني خالي الطفل من هذه المسؤولية والنقطة أو الميزة الثانية بإضافة إلى اللامسؤولية أن هذا الفضاء أو هذه المرحلة مرحلة سعادة ومرحة يعني كترى حياة الطفل تكلمنا بالأطفال يعني من وعيهم بعد الولادة إلى قرابة يعني 12 سنة طيب معظم حياتهم سعادة وفرح ما فيه تكاليف ما فيه التزامات ما فيه يعني يصحى ينام وهو يعني يهوجس بالسعادة اللي بحصل أبوك ينتظرها اليوم أي ويستيقظ وهو يفكر أيش أنواع السعادات اللي بيتذوق أقل في هذا اليوم إذن السلوب التربوي الطبيعي أن يترك الآباء لأبنائهم الفرصة أن يمارسوا هذا المرح والسعادة طبيعي 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 بعض الأباء بعض الأباء من حرصهم لكن هذا خطأ يريد من ولد أن يكون رجل في أول العمر نعم أن يبلغ السن الخامسة الخامسة عشر هو عمره أربع سنوات خطأ يا حبيبي أعطيه فرصة خل المر تمشي بشكل طبيعي خله يعني يعيش لطولة مرحلة إذا كنت أنت أيها الأب ما عشت هذه المرحلة بها السعادة طيب لا تحرم ولدك من السعادة والمراح وكذا طيب مع ملاحظة قضية الانضباط نعم حتى المراح وحتى السعادة وكذا لا تكون في إطار منضبط طيب ومن نقطة ثانية أحيانا ننبهر ننبهر عندما نرى أشياء تعاكس هذه الأشياء مثلا مسؤولية ننبهر عندما نرى الطفل المسؤول الطفل المسؤول فكذا كانت صورة غير طبيعية لا لا هي طبيعية لكنها مبهرة طبيعية هي طبيعية لكنها موهبة من الله الزوجين ذلك الطفل اللي يبلغ سن السادسة وهو حافظ القرآن ما هو مفروض أن يحفظ القرآن في سن السادسة لكن حرص من والديه على أن يحفظون أولادهم مبكرا واستثمار قوة الذاكرة عند هذا الطفل في المرحلة هذه هذه ترى نعمة من الله الزوجين وتجد أن الآباء قد يوظفون حتى هذه الجوانب المتعلقة مثلا بالمرحلة والسعادة كتحفيز له في 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 انضاجه حتى في يعني مساهمة صحيح صحيح أنا مرة ومن توفيق الله شيخ مقطع لطفل تايلندي أعمى نعم حافظ القرآن تبارك الله جميل التلاوة تبارك الله هذه موهبة من الله عز وجل لكن أكيد أن هذه الموهبة يعني وراها شغل وراها عمل وراها جهد وراها بذل وراها عطاء وراها اتمام لم تأتي من فرق أي من الوالدين أو من حوله من البيئة أي طيب أستاذ الكريم أستاذناك الآن جاهز لدينا السؤال التفاعلي السؤال التفاعلي السؤال التفاعلي هو عبارة عن سؤال أجابة عن الأستاذة المشاهدين في برامج حساباتنا في برامج التواصل الاجتماعي نستعرض ذلك السؤال كذلك أستاذنكم أعزائي المشاهدين إلى هذا السؤال التفاعلي ثم نعلق بعد ذلك على الأجوبة التي أجابوا بها السؤال التفاعلي هو المشكلة الأبرز التي تلاحظها لدى أطفالك عدل الأصوات كانت 311 صوت الأجوبة كانت كالتالي أو النسب الأصوات أولا استخدام الجوال 60% والألعاب الإلكترونية 12% عدم الحركة 5% ضعف التواصل 23% طيب لو كان عندك تعليق فيما يتعلق بهذا السؤال أو ننتقل لما بعده من المداخل السؤال وضع بالطريقة أنه السؤال الأول والثاني في الحقيقة أسباب نواتجها في الثالث والرابع الأجوبة الأول والثاني أي استخدام الجوال 60% الألعاب الإلكترونية 12% يعني 72% هذه نسبة ترى ما هي بسيطة ما هي بسيطة 72% يستخدمون أشياء إلكترونية وأهمها الجوال طيب استخدام الجوال سنتطرق إن شاء الله تعالي بالحديث عن موضوع استخدام الجوالات وكذا لكن في هذا السؤال نواتج استخدام الجوال والألعاب الإلكترونية ناتج الأول قلة الحركة قلة الحركة والناتج الثاني بالتالي ضعف التواصل الاجتماعي الطبيعي ما نقص الترى بالتواصل الاجتماعي اللي هو عن طريق الجوال واتس أب وشبكات الاجتماعية لا تتكلم عن الواقع الواقعي تواصل الاجتماعي الواقعي تواصل الطفل مع والدين مع جيرانه مع معلميه مع أصدقائه نعم نعم إذن هذه عدم الحركة وضعف التواصل هي نتائج لاستخدام الجهاز واستخدام الأعاب الإلكترونية بشكل مفصل طبعا مثل ما ذكرت سنتطرق إلى ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية واستخدامها في محور سيأتي إن شاء الله خلال حلقة ننتقل الآن إلى مداخلة من الأستاذ أيمن بن صالح المانع أحييك أستاذ أيمن تسمعنا؟ السلام عليكم عليكم السلام أحييك الله أستاذ أيمن بن صالح المانع المستشار النفسي أحييك الله أستاذ عبداللطيف أرحب بك وأرحب كذلك بضيفك عزيز الدكتور شرق بوزير الذي له يعني بعت وغيل في التعامل مع النشط وتقديم برامج نافع ومفيدة لثقيقة وآخرها كان كتابه قصة الملكة سلمة صديقاتها الأميرات صلى الله عليه وسلم آمين حياك الله الحقيقة إن كان هناك من مداخلة إضافة هي في مجال نفسي أكد الدكتور شوتي على أمور وهي النمو النمو يعني ظاهرها طبيعية لكنها شيقة شيقة للأبناء للأباء والأمهات والمربين تبعث في النفس تجديد في الحياة بل في الأسرة لذلك إذا اهتمينا في النمو وركزنا عليه خاصة النمو في الجانب المعرفي وجدنا النمو في الجانب المعرفي ينتقل فإذا كان هناك اهتمام من الوالدين والمربين بهذا النمو وهذا النضج وهذا التغيير يجد ثماره جميلة جدا فلو أخذ المثال الخيال خيال الطفل خيال الطفل خاص جدا واسع وفضاء لا حدود ومهما بدأت تدرس هذا الموضوع تجد خيال لا ينتهي فيه الوهم فيه الحقيقة فيه المبالغة فيه القصور هذا الخيال ينتقل في يوم من الأيام وينهو حتى يكون واقع واقع حقيقي لدى الطفل أقول ينتقل من خيال خاص وواسع في هذا الفضاء فضاء النمو لدى الطفل إلى واقع حقيقي يأخذ لشكل آخر ثم ينتقل أن يكون ابتكارا والغريب لا يقف عند ذلك الحد يتفاعل عقل الأطفال مع نموهم ونضجهم المعرفين كذلك نمو المفاهيم الطفل عادة ينشأ لديه تمركز حول ذاته قول المحسوسات قوله رويدا رويدا ينمو فيكشف مفاهيم مجرده بل يكون جريء إلى كشفها ويساعد في ذلك قراءة القصص وتجارب البسيطة التوجيهات الوالدين والمربيين كذلك النمو ما زلنا في الجانب المعرفين النمو اللغوي وهو القدر على التعبير القدر على الوصف أمر يبهج الوالدين والمربيين عندما يجي الطفلهم يستطيع أن يصف يستطيع أن يستقسي الكلمات اختيار وصفه ينطب ذاك للكتابة ويستخدم مصطلحات جديدة كل هذا أمور مفرحة هذا يعتبر نمو في الجانب المعرفين إذا انتقلنا إلى نمو لاك في الجانب الانفعالي أو ما نسميه النفسي طفل يبدأ حياته صاخبة فوضى غير منضبط لا يستطيع أن يسيطر على انفعالاته ويؤثر ذلك على سلوكه متنتقل أفكاره من قلق وخوف وغيره أخيل إذا لمط طفل انفعاليا وكان هناك إشراف ومتابعة جميلة من الوالدين مدروسة من المربين كذلك يكون هذا النمو شكله جميل سيطرة أفضل على انفعالات لدى الطفل كذلك السلوك يكون مرتب بشكل فاعل حتى الأفكار هذا هو النمو وأهمية النمو في النواحي الانفعالية وحتى نعزز هذا النمو في الجانب الانفعالي نحتاج أن نشبع حاجات أطفالنا من تقدير الذات وإشباع الجانب الحب والاحترام وتنويع السلوكيات كما ذكر قبل قليل دكتور شوقي تنويع سلوكيات الطفل مناشطة اليومية من مراحل وجد وإشعار بالمسؤولية إن كان ذكر أو أنثى تغذية الجانب الاجتماعي وهذا الجانب الثالث الاهتمام به الجانب الاجتماعي وكساب الطفل المهارات السمع الجيد التسامع الآخرين حسن الحديث عدب المجالس إيجاد محاضن من الأصدقاء تعطي الطفل فرصة أن ينطلق بمهاراته أما عن الحقيقة السؤال أطلت عليكم السؤال أكبر مشكلة تواجه الطفل وستين بالمئة في الجوال وكذا قبلها بخطوة واحدة أريد أن أعلق تعليقا بخص الأمر النفسي أقول مهما كانت من مشاكل يواجهها الآباء والمربون سواء في وسائل تواصل الشمائي أو الجوال أو غيرها أقول تقبل طفلك تقبل مشاكل الطفل علم أن هذا الطفل خرج من بيئة خرج من جمال الأب ومن جمال الأم ومن جمال هذه البيئة والمحاضن التربوية الجميل لمدرسة أو غيرها فلا تعمم مشاكله لا تكبر المشاكل لديك وإن رأيته نسبا عالية هذا التوجيه وهذه الفكرة الحقيقة تعطي الوالدين والمربيين واقعية في اختيار حلول مناسب للطفل كذلك لا تجعلهم يميلون إلى جلد الذات كثيرا نحن يقصرنا مع أطفال من النسب كبيرة الأطفال كذلك لا مباشرة توجه لكلول إذن التعامل المفترض أنه يكون مع هذه الإشكالات التي يواجهها الآباء بشيء من الواقعية أستاذي إذا تأذلي الحقيقة أن الوقت ضيق وأنا أشكر الوقت انتهى وأنا تقريبا انتهيت لا بس طيب على عجالة لو استطاعتم تصل لنا المحور الأخير هي المحور الأخير ذكرت أن هناك فترتين لا بد يكون في بالك في علاج المشاكل تقبل الطفل ومشاكل الفترة الثانية الاهتمام بالفروق بين الجنسين أنا لما عالد مشاكل الأنثى يختلف علاجي في مشاكل السكتر هذه مهمة جدا مراعاة المشاعر مراعاة أمور كثيرة في اختلاف الجنسين هذا ما لدي شكرا الله لك أستاذنا أستاذ أيمن تحدث عن النمو المعرفي وتحدث كذلك عن النمو العاطفي والاجتماعي والنمو الانفعالي وعلاقة ذلك كله بمتابعة الآباء لأبنائهم والمتابعة التي توصل الابن إلى النتيجة التي يرغبها الوالدين كذلك تحدث عن تقبل الطفل أثناء معالجة الآباء لهذه الإشكاليات أشكرك شكرا جزيلا على ما أثريت في هذه المداخلة كذلك أستاذك أستاذ الكريم وأستاذ السادة المشاهدين إلى فاصل قصير نعود بعده فانتظرونا أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع الرياح أنت الرياح يَا أَيُّهَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا فالإنسان وشريعة الإسلامية بتأكيدها حق الصلاة وهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك فللوالدين أعظم الحق في الصلة وكذا للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم من ذوي الأرحام بل إن صلتهم واجبة شرعا قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وللأصدقاء والجيران والأقارب والأصهار حق في الصلة وإن كان دون حق ذوي الأرحام وتتأكد الصلة في حق المريض منهم ومن نزلت به فاقة أو مصيبة ومن آداب الصلة الالتزام بآداب الزيارة من غض البصر وحفظ اللسان تجنب الخلوة بأجنبية أو مصافحتها التلطف في المعاملة والإحسان إليهم والرفق بهم مشاركتهم في الأفراح ومواساتهم في المصائب بذل المعروف لهم وإعانتهم والإهداء إليهم وقضاء حوائجهم بذل النصيحة والإخلاص في المشورة والصبر على الأذى تجنب مقابلة السيئة أو القطيعة بمثلها قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمك على ذلك حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة والتي هي بعنوان فضاء الطفولة نتحدث فيها عن عدة محاور تتعلق بالطفولة وفضائه مع أستاذنا الأستاذ شوقي بن سالم بوزير حياك الله من جديد أستاذنا الله يحييك الله وسهنا الله يبارك فيك طيب الآن نتحدث كل ما سبق كنا نتحدث عن فضاء الطفولة الآن الطفولة ماذا نعني بالطفولة وما هي الأمور التي يجب توفيرها من قبل الوالدين خلال هذه الفترة الطفولة باختصار هي الجمال هي الحيوية جميل هي النشاط هي الإبداع هي حب الاستكشاف هي كثرة الأسئلة لذلك ينبغي على الأباء والأمهات وهم ما يزعلوا هذه الطبيعة المرحلة هذا واحد جايه طالع من بطن أمه ما يعرف شيء ويشوف أشياء كثيرة ايش هذا يا بابا ايش هذا يا ماما ايش ما كذا طبيعي طبيعي خاصة أنه يعني يجد منكم الرعاية والحنان والأخير فما يجد أحد يسألهم إلا أنتم طبيعي كثرة الأسئلة في بعض المشكلات تميز بها يعني الطفولة اللي هي المخاطرات غير محسوب محسوب بناء على جهله نحن يمكن أن يمسك النار هو ما يدرين هذه نار أو يمكن أن يمسك الفرن ما يدرين أنه حار ويمكن هذه نتيجة من نتائج الفضول الفضول اللي هو في شخصية يعني ما هو غباء نعم لا يعني ينفسر هذا الشيء أنه والله ولدنا غبي في أحد يمسك النار نحن ما يدرين أنه هذه نار في أحد يمسك هذا الحار شيء متوهج طبيعي يشد ايه شده طيب فضلاً عن أشياء أخرى قد تكونها أكبر من 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 كده نعم أما الأمور التي يجد توفيرها في هذا الفضان من قبل الوالدين في المرحلة هذه أول حاجة وأهم حاجة الحنان 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 البعد عن الغلطة القسوة حتى لو أخطأ حتى لو تراه أخطأ هو لم يكن تعمداً حتى لو كان متعمداً وفيش سبب خلف هذا التعمد نعم يا أما أنه يبغى يرغمكم على شيء أو يحتاج شيء أو كذا يبغى يلفل الانتباه أو 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 ما يقدر يعني الموقف اللي هو فيه طيب الحنان الله عز وجل قال عن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة أنا طلعت على كلام للشيخ السعدي رحمة الله عليه كلام جميل يقول للشيخ السعدي عند التفسير وحنانا من لدنا قال أي آتيناه رحمة ورأفة تيسرت به أموره يعني الطفل يحتاج إلى الرحمة والحنية حتى تتيسر أموره وإلا ستتعقد وقال وصلحت بها أحواله كلام جميل يوزم الذهب كلام ذهب واستقامت بها أفعاله إذن إن أردت أيها الأب أن تستقيم أفعال الأبنك أن تصلح أحواله تكون حنوناً أنت وأمه نعم طيب البعض قد يقول أن الحنان الأغلب أنها صفة ترتبط بالأمومة ترتبط بتلك المشاعر التي تكون في الأنثى نحن الآباء يعني الأب لديه أدوار أخرى يقوم بها غير التعامل بهذه الطريقة كيف نجيب على ذلك؟ لا الحنان من الأب ومن الأم قد يكون أكثر من الأم صحيح أنا معك بحكم كونها أنثى والأشياء هذه الأب ينبغي أن يكون عنده حنية كذلك مثل ما يقول العرام نعم رحمة شفقة محبة لطفله غداً سيكون هذا الطفل هو من يحمل اسمك صحيح يكبر فارحمه الآن حتى تفرح به في المستقبل الحاجة الثانية خلال فترة الطفولة يجب توفير بيئة وأنا ذكرت أكد عليها بيئة حافزة محفزة مشجعة نعم آمنة ما فيها صراخ ما فيها قسوة نعم طيب فيها الأشياء الإيجابيات يسمع الطفل دائم أشياء إيجابية ما يسمع لا تصرخ يسمع كن هادئاً ما يسمع لا تركض يعني لا يسمع الأوامر بصيغة النهي أي ولا بالسلبية لا يسمع أمشي بهدوء أي نعم خلك هادئ تقرر لها الفعلة أو التصرف الذي تريده أحسن خليه يسمع دائم الأشياء الإيجابية إذن أنت تقول يعني يجب أن نوفر بيئة تتيح للطفل أنه يجرب ويخطئ بدون قسوة بدون تدقيق بدون كثير من بدون عتاب بدون لوم كذا حتى لو وقع في الكذب ستقوله لا تكذب كن صادقاً جميل كن صادقاً نعم سواء كانت للوالدين أو للطفل نفسه طيب فيه شيء من الصعوب والكدر طيب نعم الحاجة الثانية عوامل داخل الأسرة تناقص هذا الفضاء نعم طيب العنف الليساء التفكك الأسري بين الأب والأم عدم الاستقرار الصراخ يسمع كلمات نابية شتم كلمات جارحة طيب هذا كلها تؤثر على سعادته وعلى حتى نموه النفسي عوامل خارج الأسرة مناغصة كذلك ومن أهمها في عصرنا الحاضر الجوال الجوال خاصة الذين سلموا أعناق أطفالهم للجوال منبكراً جوال مواقع الإلكترونية الأصدقاء غير الأسوية الصحبة السيئة وهذا كذلك مناغصة ترى هي مناغصة لهذا الفضاء نعم نتكلم الآن عن المناغصات هل نتكلم بشكل تفصيل عن الأجهزة الآن أو نرجع هذا إلى نهاية الحلقة لا نرجعها إلى الحلقة ممكن ندخل في الدراسة طيب هناك دراسة الآن نتحدث عن الحياة الاجتماعية للطفل هناك دراسة تتعلق بالحياة أو الاحتياجات الاجتماعية للطفل لو نستعرض تلك المحاور الجزئية والمحاور المتعلقة بتلك الدراسة أولها هل يحتاج الطفل إلى الاهتمام برأيه وتقديره اجتماعياً وما مدى ذلك الاحتياج؟ أولاً هذه الدراسة أنا عملتها على مجموعة من أولياء الأمور أباً أمهات وكذا طيب من أحد الأسئلة هذا السؤال طيب هل يحتاج الأطفال إلى الاهتمام برأيهم؟ توقع أيها الأب أيها الأم أن طفلك يحتاج إلى الاهتمام بالأراء والتقدير ثمانين في المئة من الأطفال يحتاجون يعني هذه حاجة مهمة جداً يحتاجون إلى إشباع هذه الحاجة خلينا أضرب لك مثال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبع هذه الحاجة لمن هم في مثل هذه الأعمار الصبي كان أهدي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن أو فيه ما أو كذا طيب وكان عن يمينه صبي صغير يعني غلام طيب وعن يساره الشيخ الشيخ الصحابة نعم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرب إلى الغلام وقال تأذن لي أعطيه للأشيخ لما على اليساري الآن نعم قال لا يا رسول الله نعم صلى الله لا يا رسول الله ما تتخيل مقدار الفرحة والتقدير والاحترام اللي شعر فيه هذا الغلام لما قال التفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسمح تسمح يا ولدي أبدي غيرك لا وأعطاه يعني لم يغفل ذلك الطفل ورأيه أبدا يحتاجون الأطفال يحتاجون إلى تقديرهم حتى بكرة هو يقدرك هو يحترمك نعم ويتعلم تقدير الآخرين نعم طيب أستاذنا الآن الحقيقة لم يبقى لتقريبا خمس دقائق يفاجأنا المخرج ولكن هناك عدة من المحاور إن أردت إما أن نستكمل هذه الدراسة على وجه السرعة أو أن نتقل إلى العلاقات أو الصداقات أو ما رغبت به مثلا لدينا الحديث عن الفضاء الإلكتروني إن رأيت أن أنسب الحديث عن التقائق المتبقية يهمني موضوع الجوالات واستخدام الجوال واستخدام التقنيات الحديث لأنها مما يعني ابتلي بها العموم يعني أصبح شيء بعضهم يقول شر شر لابد من حقيقة ما يمكن نقول له شر لابد من هو يعني سلاح ذو حدين فيه الشر وفيه الخير نستخدم الخير قدر الإمكان تحدث هناك حالات استثنائية نعالج هذه الحالات الاستثنائية في وقتها وبسرعة ولكن حتى نفهم خطورة هذه الأجهزة وهذه المبارسات الخاطئة أبطرح عليكم بعض الأسئلة اللي سمعتها من آخرين وبسرعة أحدهم أو إحداهن يقول أو تقول عندي ولد عمره ثلاث سنين لا يأكل إلا إذا عطيته الجوال ولا يجلس إلا بالجوال آخر يقول أنا أطفال يستخدمون الآيباد من عمر سنتين خاف الله يا أخي من عمر سنتين وفترة الأخيرة يتضاربون على الآيباد فاشتريت لكل واحد جهاز هذه عالجة الإشكال بإشكال آخر ويوميا جالسين عليه حتى قبل النوم فين كنت فين التربية يا أخي خاف الله يشاهدون يوتيوب الأطفال نبيل فك منهم بس خذوا الوالد عمره كم ست سنوات والبنت عمرها أربع سنين والثانية أختها سنتين كلهم مع أجزته كلهم مع أجزته أختي الصغيرة كان عندها أيباد منذ الروضة أو أولى ابتدائي صارت تقود على الأجزة طوال اليوم يعني كأنها ما تقدر تعيش من دونه والآن أنهت المرحلة المتوسطة وعلى نفس الوضع إدماء طيب هذه الحالة تتكرر ونسمعها كثيرا من نصائح التي توجه لمثل هؤلاء ممن يعاني الحقيقة أولا دراسات علمية دراسة الأكاديمية الأمريكية طيب النفسية أن الأطفال من ولادتهم إلى ثلاث سنوات ممنوع منع باتا الجوال منوع منع أن يؤثر في النمو أثر في النمو البصل لسه طريق العقل المخل لسه طريق الأعصاب لسه طريق لم يهيأ حتى يستقبل هذه الكمية الهائلة من إضاءة أكارها سلبية قوي صحيا عليها على النظر والسمع والذهن وعلى التفكير وعلى الصحة وعلى الرقبة وعلى الأعصاب وعلى طيب شيء ثاني قالوا الأطفال هم يعتبرون الأطفال إلى سنة 18 سنة نعم طيب من بعد من 6 إلى 18 سنة الحد الأعلى لفترة خدام الجوال اليومي اليومي ساعتين تحت المراقبة تحت الأضواء الكاشمة نتكلم الآن عن عن شيء يعني خيالي ولا شيء يعني يبعد أن نراه بالباقة هو صحيح هو الصحيح على كل حال هو الصحيح إذا كان الواقع يخال بذلك ندبه نحل نستدرك نفتح عيوننا شوي أنت ما ترضى أن تعطي أولادك شيء ضره صحيح ما ترضى أبدا هذا أولادك أنت الذي ستعاني منهم غدا إذن نتكلم نحن الآن عن أن كل الدراسات تثبت أن الحقيقة هم ليسوا مهيئين بعد ليستقبلوا هذه الأجهزة والتي مثل ما ذكرت يا سلاح ذو حدين الحقيقة الوقت يداهمنا ولكن وصية في النهاية أن نقول اضبط استخدام الأجهزة لأبنائك وأتبع تلك الدراسات التي تتكلم عن خطورة تلك الأجهزة أشكر أشكر لك أستاذ الكريم مشاركتك في هذه الحلقة وما تفضلت به من معلومات قيمة ونرجو إن شاء الله أن تكون معنا ضيفا إن شاء الله في حلقة قادمة كذلك الشكر لكم موصول عزائنا المشاهدين على حسن الاستماع والإنصات على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كي ما يفوز بني لكل أتاح علمه كيف الإنطلاق وكله عون يراقب من وراء وشاح ترجمة نانسي قنقر